ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله لكنه تدخل ونصر الشرط وقام بدفع الشابة إلى أن سقطت أرضا فانحن عليها مفاتيش الشرطة ووجه إليها رصاصة قاتلة على مستوى الرأس المعلومة المتوفرة تؤكد أنه جرى أيضا اعتقال شخص آخر ممن شهدوا زورا وتحدثوا عن مواجهة الضحيتين لرجل الأمن بالسلاح إلى ذلك تجري عناصر الأمن بحثا مكتفا لوضع اليد على مفاتيش الشرطة الممتاز والذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد ظهر الفيديو الثاني الذي يوثق لتفاصيل قتله الشابة بدب بارد وقالت مصادر مطالعة لماروك أخبار يومية أن كل الأشخاص الذين روجوا في شهادتهم لروايات كاذبة ومخالفة للحقيقة بالحديث عن استعمال الضحيتين لأسلحة ومحاولتهما سرقة مسدسه سيجري اعتقالهم مصادر أخرى كشفت أن المفاتيش الشرطة الممتاز هو من صنع رواية مواجهته ومحاولة سرقة مسدسه لتبرير قتله للشابين وهو الذي أحضر الشهود لإهام رؤسائه بعكس ما جرى هذه الرواية مع شهادة الشهود جنبت المسألة بحيث ظل يشتغل بشكل عادي قبل أن يظهر الفيديو الثاني ليلة الاثنين ويختفي عن الأنظار نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية